بسم الله الرحمن الرحيم أهلا وسهلا فيكم حبايب الأطفال رجعنا لكم من جديد من مدارس نور الأردن الدولية اليوم عنا درس حلو كثير جدا اللي هو تجريد الهمزة للصف الأول الأساسي ألف وباء فأهلا وسهلا بكم عنا الوحدة الحادية تعشر أهلا بالربيع الدرس الثالث تجريد الهمزة أو أشكال الهمزات عنا بنلاحظ عنا مجموعة من أشكال الهمزات عنا همزة مفتوحة نقرأها همزة مفتوحة نقرأها همزة مضمومة وهمزة متطرفة على السطر وهمزة على نقرأها وهمزة على نقرأ همزة على ألف مكسورة طيب هلا عنا أشكال الهمزة ما استخدمنا مع الهمزة حروف المد الطويلة فمنعتبر الهمزة من الحروف القمرية من الحروف القمرية منحب أن وضح لكم مثال ببين أنه الهمزة من الحروف القمرية من الحروف القمرية بأنه اللام تكتب وتلفض وعليها سكون ماذا نلاحظ في الكلمة الأولى؟ نقرأها مع بعض الأزهار الأزهار عنا الأزهار شايفين عنا أجا قبل الهمزة المفتوحة اللي هي اللام القمرية الأزهار فيها كمان مقطع ها نيجي للكلمة الثانية عنا الأردن الأردن كمان عنا جاء قبل الهمزة المطمومة اللام القمرية تكتب وتلفض وعليها سكون الأردن كمان عنا بالمثال الثالث كلمة الإجابة الهمزة مكسورة أجا قبلها لام قمرية اللام تكتب وتلفض وعليها سكون نعيد إذن عنا اليوم تجريد حرف الهمزة الهمزة من الحروف القمرية نقرأ الهمزات مع الأمثلة عليهم وعننا همزة على نبرة همزة على ألف مكسورة نقرأ الأمثلة نقرأ الأمثلة الأزهار الأردن الإجابة همزة مفتوحة في كلمة الأزهار همزة مضمومة في كلمة الأردن كلمة مكسورة همزة مكسورة في كلمة الإجابة عنا أمثلة على أشكال الهمزات أول شكل من أشكال الهمزة ما بنقرأها آ آ ألف نقرأها آ آ الهمزة مفتوحة مثل كلمة أرنبن أرنبن كمان عنا كلمة أخي أخي كمان كلمة أبي أخذنا هذه الكلمات في درس أسرتي أرنبن أخي أبي نيجي للشكل الثاني من أشكال الهمزة الهمزة المضمومة الهمزة المضمومة حكينا منقرأها أ أ سامة أ سامة أ سامة أ سامة اسم مذكر نيجي للكلمة البعدها أمي أمي بعده ألون ألون نعيد قرائتهن وسامة أمي ألون ألون منلاحظ على الواو شدة طيب نيجي للشكل اللي بعده عنا همزة مكتوبة وين تحت الألف عنا نقرأها إ إياد إياد إيناس إيناس إسلام 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 كل هاي أسماء عنا إيا إياد إسم مذكر إيناس إسم مؤنث إسلام إسم بصير إسم مذكر وإسم مؤنث كمان منعرف إنه إحنا ديننا دين الإسلام أخذنا بمادة التربية الإسلامية بالفصل الأول أركان الإسلام إسلام الخمسة إذن إسلام إما من إسم مذكر أو إسم مؤنث وهو ديننا الإسلام الحنيف كما أخذنا في مادة التربية الإسلامية أركان الإسلام الخمسة اللي هني إيش هم من عددهم مع بعض الشهادتان أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله إقامة الصلاة إتاء الزكاة صوم رمضان حج البيت لمن استطاع إليه سبيلة طيب نيجي للهمزة المتطرفة على السطر نقرأها إ نقرأها إ نقرأ الكلمات سماء سماء سناء 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 ماء ماء شيء شيء جريء جريء نعيد قراءتها سماء مائدة شاطئ مبادئ مبادئ طيب إن شاء الله إن شاء الله غدا رح يكون إملا إملاء بأشكال الهمزة جميحة مع الأمثلة عليها طيب هل فيه إن سؤال سؤال للأذكياء يلا مع بعض نقرأ السؤال أضع شكلا من أشكال الهمزة في الفراغ من نضع أي شكل من أشكال الهمزة في الفراغ حتى تصبح كلمة صحيحة نأتي للمثال الأول أول كلمة اللي هي أختي أختي ماذا نختار رائعين الهمزة المضمومة رقم ثلاث يلا نضعها بالفراغ ونقرأها مع بعض بتصير أختي 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 اللي بعدها إب ريق إب ريق أي شكل الشكل الثاني رائعين الشكل الثاني الهمزة اللي تحتيها كسرة بقرأها ي بتصير الكلمة إب ريق إب إب أخذنا الإب ريق في مادة الرياضيات بدرس السعة إب ريق اللي بعدها نقرأها مع بعض سا إدا سا إدا همزة أذن أذن كلياتنا نضع يدنا على الأذن على الأذن حاسة من الحواس الخمسة أي شكل مننا نختار مننا نختار الشكل الثالث أو أو نلفظها أو بتصير أذن أوذن طيب نيجي للشكل البعديها أي كلمة دواء دواء رائعين الهمزة المتطرفة على السطر الرقمها أربعة مننا نكتب كلمة دواء 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 آخر كلمة عنا كلمة مؤيد مؤيد أي شكل مننا نختار مننا نختار الشكل السادس همزة على واو همزة على واو مؤيد مؤيد نقرأ الكلمات مع بعض كمان مرة أختي إبريق سادس سائدة أذن دواء مؤيد نيجي للسؤال البعد أحلل الكلمة إلى مقاطع في عندي كلمات بدي أحللها إلى مقاطع تحليل صوتي تحتوي على شكل من أشكال الهمزة أول كلمة سماء 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 يلا نقطح مع بعض تقطيع صوتي سا مقطع قصير ما مقطع طويل ان سماء ان سماء ان ثلاثة مقاطع سماء ان نأتي للكلمة الثانية اللي هي كلمة الأزهار الأزهار أخذناها في درس الربيع أخذناها بتجريد حرف اله يلا نحلل كلمة الأزهار أل الأزهار 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 كلمة الأزهار طيب هلا منا نيجي لسؤال التركيب أركب من المقاطع كلمات في عندي مقاطع طويلة ومقاطع قصيرة من نركب منها كلمات الكلمة الأولى الحان الحان نكتب مع بعض كلمة الحان فيها لام قمرية فيها تنوين ضم الحان الحان الكلمة البعض الألوان 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 نكتب مع بعض الألوان وآخر كلمة العاب الألعاب نكتب مع بعض كلنا نكتب بالهوى سكر العين نقرأ مع بعض ونكتب مع بعض بالهوى يلا نخبي الحان الحان الوان ألوان ألعاب ألعاب ألحان ألوان ألعاب طيب فيها أسا عنا جملة من أنشوف الأبطال كيف بيركبوا هاي الجملة كلمات مبعثرة غير مرتبة من نرتبها بطريقة جميلة حتى تصبح جملة مفيدة أول كلمة عنا حرف جر من إسراء إربيت أردنية مدينة كلمة حرف جر من إسراء اسم مؤنث إربيت مدينة طقع شمال الأردن أردنية نسبة إلى الأردن مدينة مدينة مين نرتب يلا مين بحكي للكلم الأولى يلا إسراء نجرب نكتب كلمة إسراء في همزة مكسورة وفي همزة متطرفة على السطر إسراء كلياتنا نكتب كلمة إسراء بالهوى إسراء 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 أردني يتون منا نكتب كلمة أردني يتون إسراء مكسورة كلمة بعدها من من حرف جر من مدينة 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 إربد نحط نحط نقطة انتهت الجملة نقرأ الجملة كمان مرة إسراء أردنية من مدينة إربد طيب كلياتنا هسا نفتح صفحة 49 من كتاب الطالب القراءة نحل صفحة 49 مع بعض يلا نيجي للكلمة اللي براس الصفحة اللي هي أجر دو أجر دو نحللها أو فيها أو جر جر ري دو أجر دو هاي التحليل الصحيح لكلمة أجرد أجرد حرف الهمزة إذن الهمزة حرف حرف وليس حركة طيب آ نكتب نكتب مع بعض آ طبعا إحنا منسطر منسطر بالمصدرة تحت كل شكل من أشكال الهمزة آ آ أو نكتب نكتب يلا أو نكتب ها بالهوى كمان إي إئ آ أو إي إئ ماذا نلاحظ في الصورة؟ أرنب أرنب يلا كلياتنا نكتب لحالنا كلمة أرنب أرنب رائعين أر ن أر أر ن طيب حط إيدنا على السؤال الأول كلياتنا نكتب بخط جميل ومرتب واحد واحد نستخدم المصطرة واحد طيب أنطق أنطق إنحلل كلمة أنطق فيها همزة أن ط قو أنطق أنطق طيب إيش بدي أنطق؟ يلا نسطر تحت السؤال الأول بتنستخدم المصطرة كلياتنا الثاني الثاني أردد 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 الكلمات يلا نحلل بسم مذكر نجي للكلمة نجي للكلمة أردد أسامة 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 مذكر مذكر الكلمة البعض إي ناس إي ناس إسم مؤنث إي نا مقطع طويل س مقطع قصير نقرأ مع بعض إي ناس إسم مؤنث إي ناس آخر كلمة شتاء شتاء فصل من فصول السنة يلا نكتب شي شي تا مقطع طويل أن شتاء أن شتاء نقرأ مع بعض قراءة سريعة أحمد أسامة إي ناس شتاء طب نجي للسؤال الثالث نكتب كل ياتنا مع بعض ثلاثة نقرأ نقرأ السؤال أضع دائرة دائرة حول حول الهمزة أ أو إي إ طلع على كلمة أضع فيها همزة بأول الكلمة همزة همزة مفتوحة أ نضع عليها دائرة على الهمزة دائرة دائرة فيها همزة على نبرة نحط على الهمزة على نبرة دائرة طيب حول الآ أو الآ 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 أول واحدة إن اللي هي همزة متطرفة على السطر إ دائرة بعديها ها مربوطة منفصلة لا بعديها إ دائرة إ حرف الإغ بشبه حرف الإع بعديها آ نضع عليها دائرة إ إ دائرة وآخر إشي إ نكتبهن بخط جميل ومرتب يلا طيب ننظر إلى رقم الصفحة تسعون وأربعون نكتبها مع بعض تسعون وأربعون بهيك بهيك منكون خلصنا الجزء الأول من تجريد الهمزة الرجاء حل صفحة تسع وأربعين نحط عليها واجب نحط على صفحة تسع وأربعين واجب زائد حل كراسة الكتابة صفحة 32 زائد حل دفتر الحروف وبهيك منكون خلصنا الجزء الأول من حرف الهمزة شفنا أشكال الهمزة وعطينا عليها أمثلة بحب أشكر الطالبة الأمورة السنفورة سما العزام لأنها أكثر طالبة بتحل الواجبات بتبعثلنا تسميع صوتي صوت صورة كمان الإملة بتبعثلنا الإملة يوميا كل الشكر لوالدة سما واللي سما ويعطيكو ألف عافية الدرس الحادي عشر أهلا بالربيع جاء الربيع بظهار جميلة والجو رطيف والطيور مغردة والأرض بصعط أخضر قال أسامة أهلا بالربيع حرف القاف أخضر ق ق ق ق ق ق قي قال وقف شروق قصة مقعد أوراق قاسم قارب قادم قامار جملة قال قاسم قامي جديد جملة شذا شذا طالبة ذكي طالبة ذكية 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 اشتركوا في القناة